السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بمشر المزيد ان شاء الله هو خير خلق الله وعاش اليتم وعاش الفقر وعاش المرارة وعاش جميع انواع الابتلاءات وكان صابرا وكان راضيا وكان محتسبا حتى لما كبر طلقت بناته ولما كبر وقع عليه الاضطهاد من طرف المشركين وحاصلوه اقتصاديا واجتماعيا في الشعب بطالب ورموه بالتهم الباطلة انه ساحر وكانه ومدعي وصاحب رغبة في الملك والسلطة وسحروا له استعملوا له السحر بل ووضعوا له السم في الشات جميع انواع الابتلاءات وقع فيها النبي الكريم وطلقوا بناته واتهموا زوجته الصالحة عائشة رضي الله عنها بالافكي ويام جميع انواع الظلم وجميع انواع الابتلاءات وقعت على النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم فكان كان اول حاجة راضيا بما قسم الله له في الرضا لا يسخط لا يتدمر لانه يعلم بان ما اصابك لم يكن ليخطئك وما اخطأك لم يكن ليصيبك كان دائما يقول راضيت بالله ربا وبالاسلام دينة وبالقرآن امامة كان يقول هذه الرضا وكان يقنع بالقليل شهور لا يوقد في بيته نار يعيش على الاسودين الماء والثمر الفقر المدكع وكان صابر ولا يشكو الا احيانا من يقنع بالظلم الشديد يقول اللهم اني اشكو اليك ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس الى من تكلني يا رب المستضعفين الى بعيد تهجمني ام الى قريب ملكته امري ان لم يكن بك علي غضب فلا ابالي ان لم يكن بك علي غضب فلا ابالي ولكن رحمتك هي اوسع لي كان يتوكل على الله فربنا عز وجل لما رأى فعل هذا النبي ورأه الملائكة في السماء وتعجبوا منه ماذا قال ربنا في ختام حياة النبي ماذا قال قال نزل قوله تعالى ان الله وملائكته يصدون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الله جل جلاله في سمائه وفي عليائه يصد على هذا النبي ثم قال يا اهل السماء وملائكته اهل السماء واهل السماء لا عد لهم ولا حصر اهل السماء بملايير الملايير الملايير من المخلوقات ملائكة الرحمن اطت السماء وحق لها انطأت ما من مودع قدم الا وفيه ملك ساجد كل هؤلاء الملائكة مع الله تعالى في السماء يصدون على النبي ثم قال يا ايها الذين امنوا يا اهل الارض يا اهل الارض المؤمنون صلوا عليه وسلموا تسليما نجح في الاختبار نجح في الامتحان فالله تعالى يصد على تلاتة تلاتة يصد الله عليهم الاول هو سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم يصد الله عليه لماذا لانه صبر واحتسب وراضي وقانع وبقي على الاهد الى اخر رمق فربنا اعطاه هذه النعمة ان الله وملائكته يصلون على النبي النوع التاني الذي يصلي عليه الله تعالى من هو كل مؤمن او مؤمنة صابر محتسب رغم الظروف صعبة يصبر ولا يشكي يشكو الله الى الناس ابدا ربنا قال عنهم ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات وبشر الصابرين بشر الصابرين الذين اذا اصابتهم مصيبة قالوا ان لله وان اليه راجعون ما يقول ما لي انا واشا يتمرد ويبقى يسب الدهر ويبقى يشكو الخلق والمخلوقات وانما يقول قالوا ان لله وان اليه راجعون اولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة واولئك هم المهتدون اولئك عليهم صلوات الله يصلي يصلي على من نحن كلنا نصلي لله لكن الله يصلي علينا ايضا كما نحن نصلي لله وهو رب العزة له الاسماء الحسنة سبحانه وتعالى ايضا ربنا عز وجل يصلي على عباده ان الله وملائكة يصلون على النبي وعن الصابرين قال اولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة ويصلي على من السنف الثالث على من عن الداكرين الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم يصلي الله عليهم واذكروا الله قياما وقعودا الى ان قال هو الذي يصلي عليكم وملائكته الله تعالى يصلي على من عن الداكرين في كل وقت وحين فنسأل الله سبحانه وتعالى ان يعودك خيرا ربحة كن هناك ما يسمى بقانون التعويضات الالهية كلما كان الانسان ضعط لشي حاجة ما يبكي الله تعالى لك يعودنا كلك يعطيه في اول عمره كلك يعطيه في اوسط عمره وكلك يدخل له حتى الاخر عمره كتحمل واحدة بحيته كل عذب حتى كبروا الولدات عاد زينة الحياة عاد طال الله الصحة والعافية عاد جبله الله الرزق عاد صيف طول الحج عاد متعليه النعمة هو دوز العداب الكرفي ولكن ربي اخر ليه هكذا ربيكي قسم كلك يعطيه في اول عمر الخير كلك يخليه تلوسط العمر وكلك يعطيه تلاخل العمر واللي يعزموا لنا واللي بغاهموا لنا واللي بغا يكرموا مولنا كيخليه كل شي تلدر الاخيرة تال الاخيرة عادك الساعة كيقول الناس المؤمنين يا رب ليتك فعلت بنا مما فعلت بفولان وفولانا كن غير تحنا لم تعجل لنا طيباتنا في حياتنا الدنيا كنت هنا غير اخرت انت الاخيرة لان في الاخيرة غيكون نعيم فما كيش هناك الضيع ابدا كين هناك رابح رابح وكين قانون التعويضات الالهية وربي غضي يعود كل واحد فقط ماذا عليك ان تفعل تكون عندك النية حسنة العمدة دي الاشياء والمستند هو النية انما الاعمال بالنيات خلي النية طيبة خلي قلبك طاهر خليك ما تددك الخير قل كل ما حلوة اسير في طريق الله وسترى العجب العجاب ان الله تعالى يتجلى عليك بالكرمات وبالعزة وبالخيرات وبالبركات اما ان يعطيك هنا في الدنيا واما ان يؤخر لك حتى اخر عمرك واما ان يعطيك الفتح المبين في الدار الاخيرة اسأل الله الكريم للربحة الله يرحم الولدين اللهم تعالى يصلح لك الوليات ويطرح فيه البركة ويعطيه الصلاح ويعطيه النشاح ويعطيه الفلاح ويكتب لك الله مكاتب الخير امين امين ولك اسمتك رابحة ولكل الله من اسمه نصيب رابحة ان شاء الله بالصبر ديالك رابحة بالقناعة ديالك وربحة بالرضى ديالك والله ما تخيبي لان الله تعالى وعدنا بالعطاء الذي لا حدود له سبحانه وتعالى يعطي من يشاء ويمنع من يشاء وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته لبسى اللي بارك الله فيك والله لاني اتصلت بك وذك الرقم جاوبني واحد سيدخر الرقم اللي شجلتو جاوبني واحد سيدخر ذك سعبش كان والله يحفظك للابا مهم يطلبين لبسى عليك الله يحفظك للا بارك الله وفيك. الله ينورك سيدي. الله يكبر بيك. كل شي بي خير. الله يحفظك وراعك. سلم عليك الدعليم ونعملك الفرسي. كي سلم عليك بزاف. جزاء الله الفخير. الله يرحمي وليدنا للا. الله يستر عليك. والله يكبر بيك. ودعمها نارا مريضة شوية فحد يالي. الله يكبر بيك. ودعمها على الوليد اراك كي يقرنش على الله ينجح لي. الله يعطيك السن. يخلص لي يا الطيعة. ما عندي شغل هو. والدين خليني خلوني سايرا. ولا يلا الله الصبر. ما عرص لا الحنينة دي الوالدي يلا ولو. وإن الله تبارك وتعالى. شفنا الله يرحمي كل والدي. ونعمة بالله يل ربحا. كانت جوجوه فايت حريبته في البلاد. زوجوه بالفتحة زمان. في البلاد. كانت جوجوه في البلاد بالفتحة فايت حريبته. كانت صمعت حريبته لملشير. كانت جوجوه بالفتحة زمان زمان زمان. وما تساهمش الوالد معا امي ومهم تفارقوه. وخلوه ناله الحن المدنيه للمدرسة. ما دخلت سنة لقاع المدرسة رائعين. والله صحنا والله تعالى كان المحسنين. والمهم يكبرت معا المحسنين. حنين دي الوالدي ما كيناش. جوج الوالد مراه اخره. جوجات الموالي الرجل الاخر. ومهمك واحد ادخل الحياة دياله. والله ما ما تنزل الوالدة. ولا اني يالله يسمح لنا. الله يسمحها مسكينا. لاحقاس. ايه. ولادها درهم بحال بحال. ايه. ما شاهدك تعطيها لحانينا. احنا ما تعطينا لحاني الفهم فيه. ايه. ايه. ولا اله الا الله. ولا هي الطرف ديالها وتنمى. هي اللي على الطرف ديالها هي وادي. لا اله الله. الله يحفظهم جميعا. الله يرحملك الوالدين وادعين معاه لك الدرين ينجحوا بشيخ الفعليات طيعة. ما تجوجت مهمة. اضراف الله. والله يرحملك الوالدين وادعين ابحاث حديالي رامضي رسوية الله يكبر بيك. يارب. واتصل بيه. بغيت ما يقول لك شيء اضراف الله يرحملك الوالدين. اللهم امين. شكرا لك ربحة شكرا لك للا الله يفرج عليك وعلى العائلة اجمعين. وهكذا كان ايام زمان للا ربحة. ما شغلت في ايميل شين. السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة. تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله.